لكل من يسمع لي او لغيري ولكل من يقرأ لنا او لغيره لا تعود نفسك ان يرق قلبك الى شيء اعظم من المرأة كل حياء لقلبك لو سمعت مئات المحاضرات والله الذي لا اله الا هو لا تعجب آية واحدة من كتاب الله الله يقول ان الذين كفروا بالذكر لما جاءه وانه لكتاب عزيز لا يأتيه فاطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيله من حكيم حميد ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك له مغفرة ولو عقاب أليم المؤمن لا يريد شيء اعظم من رضوان الله وردوان الله لا ينال بشيء اعظم من حب كلام رب العالمين جل جلال ومن اعظم ما اذنى الله به على اوليائه والصالحين من خلقه انهم تتصفون بثلاث صفات رزقنا الله وإياكم إياها باخلاص اذا تليت عليهم من آيات الله وجعوا قلب واقشعران الجلد وظروف العلم قال الله موسى وحارون وإبراهيم وإدريس وإسماعيل ومريم وابنها بصورة مريم فذكرهم بصفات متفرقة ثم جاجوا قالوا لايك الذين أنعم الله عليهم من النبي من ذرية هذا ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واشتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا صجدا وبفين والأشياء بالتعود وأعظم ما ينصح به الإنسان ليحيى قلبه أن يقوم بين يده الله في الليل ثم يأتي لآيات أثنى الله فيها على ذاته العليا ولا يوجد كلام أجمل وأعظم تأذيرا من ثناء الله على نفسه وإخبار الله عن ذاته بما أنه لا أحد أعظم من الله فلا كلام أعظم من كلام الله وبما أنه لا أحد أعظم من الله فلا أحد أعلم بالله من الله هذه أمور القواعد أحببها جيدا لا أحد أعظم من الله ولا كلام أعظم من كلام الله ولا أحد أعلم بالله من الله فإذا جئت تقف بين يدي اختر آيات في أول تعوذك على قيام الليل أثنى الله بها على ذات العلي ثم رددها كثيرا وأنت تصلي حتى تستميل قلبك وتدري في عينك تدريجيا ثم مع الأيام يصبح قلبك لا يسكن بشيء أعظم من ذكر الله من استأنس بالله استوحش من خلقه الله يقول عن ذاته العليا ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكن ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبرناه إلينا قدم يسير وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورة هذه أشياء محسوسة فراعا وعند قبل أن تنام فإذا ربطتها بخالقها عظم اليقين في قلبه وهو جعل النهار نشورة وهو الذي أرسل الرياح مشرا بين يدي رحمته وعنزلنا من السماء ماء طهورة لنحي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعالا وأناسية كثيرة ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورة ويقول جل وعلا خواتيم الحشر هو الله الذي لا إله إلاه هذا المغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلاه الملك القدوس السماء المؤمن المخيم عزيز الجبار المتكب سبحان الله ما يشركون هو الله الخامق البارب المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما بالزمارات وما بالأرض وهو العزيز الحاكم أين شعر الشحراء أين كلام البلغة أين وصف الفصحة هذا كلام رب العزة في رب العزة جل جلا هذا هو قوت القلوب الحقيقي الذي يعيش به المؤمن ويتعود أن لا يشرب إلا منه ولا ينهل إلا من معه هذا الذي يسوق لردوان الجنات ويوفق به المؤمن للطاعات ويقات فيه إلى أعلى المنازل اللهم أنت الله لا هلا هذا المغيب والشهادة مظهر كل أحد إليك ورزء كل أحد إليك أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى تصلي على محمد وعلى أهل محمد وأن ترزق من الإخلاص فيما نقول ونسمع وصلي لهم على محمد وعلى أهل ترجمة نانسي قنقر